أكد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية جمال لنزال أن موقف مصر والأردن من تهجير الفلسطينيين كان عاملا حاسما في منع إسرائيل من تنفيذ مخططها وقال إن الفكرة الإسرائيلي الإجرامي قائم على القتل العشوائي والتشريد والتجويع لافتا إلى أن الاحتلال لا يعترف بحق الشعب الفلسطيني في التحدث باسم نفسه أو أن يختار ممثليه وأضاف المتحدث باسم حركة فتح أن إسرائيل لا تريد للحكم الفلسطيني أن يتخذ سبقة وطنية ولكنها ترغب بأن تكون إدارة غزة خالية من أي انتماء قادر على المطالبة بالاستقلال كما أوضح المسؤول الفلسطيني أن رفض الاحتلال لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية يرتكز على علم إسرائيل بقدرة السلطة على استقطاب دعم دولي لفكرة الدولة الفلسطينية ترجمة نانسي قنقر